كيف تكون الفجوة مزدوجة؟ وبين أنك عم تحاول تتواصل وتندمج بالمجتمع الجديد بهاي الفترة كان تربطني بس مع الواقع مع الحياة ببلدي بسوريا كان أني أحكي مع بنتي كل يوم بالتليفون كنت باللاشة تحس أكتر بالأشياء الجميلة والذكريات الحلوة بسوريا كنت أنصح بنتي أنه اطلعوا إذا كان الجو آمن صارت تحس أنه أنا كتير متعلق بهذا الشيء متعلق بالشغلات الحلوة بسوريا ففاجأتني لما أجد بعد سنتين ومص من معاناة من الانتظار للم الشمل أجت لهون جايبت لي معا قنينة مي صغيرة قالت لي أنا بدي أجيب لك هدية من سوريا فحطيت صحن على البلكون وصرت جمع ميت المطر قلت لي إيه؟ قالت لي هاي هديتي جايبت لك غيمة من سوريا موسيقى 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 اشتركوا في القناة